الحمد لله الذي زين الجنة لمن ثبت على السنة وابتعد عن دروب الفتنة ولازم الهمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حذرنا من الفرقة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أخرج الناس بإذنه إلى النور بعد الظلمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الغدات والدلجة أما بعد فحياكم الله مجددًا في هذه اللقاءات المباركة وفي هذه المجالس العامرة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا زادًا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم أيها الأحبة لا يخفاكم أن هذه الدنيا دارٌ للابتلاء ودارٌ للفتن ودارٌ للمصائب فالمؤمن والمؤمنة في هذه الدنيا معرضون للابتلاءات في أنفسهم وفي عيالهم وفي أموالهم وفي سائر شؤون حياتهم والمؤمن أيها الحبة ينبغي أن يعرف فقه الابتلاء لأن الإنسان إن كان لديه قصور في فهم الابتلاء وأبعاده وحكمه ومقاصده فربما يسيء إلى نفسه في مثل هذه المواطن مواطن الابتلاء ولذلك جاء عن بعض السلف رحمهم الله يقول إذا وقعت المصيبة فصبرت كانت مصيبة واحدة وإذا وقعت المصيبة فلم تصبر كانت مصيبتان إن صبرت كانت مصيبة فقد المحبوب وإن لم تصبر كانت كانت مصيبة فقد المحبوب مع ضياع الأجر فلذلك يحتاج الإنسان أن يعرف هذه السنة الكونية وأن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي لذات الابتلاء لمجرد الابتلاء قد يقول بعض ضعفاء الإيمان هل الله سبحانه وتعالى يريد أن يعذبنا هل الله سبحانه وتعالى يريد أن يشق علينا إذا علم الإنسان الأبعاد والمقاصد لهذه الابتلاءات علم أن هذه الابتلاءات خير للإنسان ولذلك جاءت هذه الخاطرة في المحن منح كم من منح لله سبحانه وتعالى في أوساط هذه الفتن وهذه المحن سواء كانت محن عامة على مستوى الأمة أو محن خاصة على مستوى الأفراد ابتداء قبل أن نستعرض منح الله عز وجل التي تكون في داخل هذه المحن والابتلاءات ينبغي أن نعرف أن هذه الدنيا غرفة اختبار مصغرة اختبار في كل شيء في الصحة وفي المرض في الغنى وفي الفقر في العيال وفي العقم في كل صغيرة وكبيرة تيقن أن هناك اختبار من الله سبحانه وتعالى لك ونبلوكم بالشر والخير فتنة الله سبحانه وتعالى يختبرك بالخير ويختبرك بالشر كل شيء في هذه الدنيا لابد أن يكون لديك هذا التصور العظيم أنك اليوم في دار امتحان في دار اختبار إن كنت مؤمنا لله عز وجل حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فالفتنة موجودة في هذه الدنيا ثم أيضا ينبغي أن توقن أن كل شيء في هذه الدنيا بقضاء وقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر ما من شيء يخرج عن قضاء الله عز وجل وعن أقدار الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا المال مقسوم الصحة مقسومة التعب مقسوم المرض مقسوم كل شيء في هذه الدنيا مقسوم من الله سبحانه وتعالى فلما الضجر ولما الاعتراض على القدر ولما سب الدهر ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصبك كل شيء في هذه الدنيا بقدر إلا سبحانه وتعالى إن انطلقت من هذا المنطلق شعرت بالسكينة بالراحة فاتك منصب تقول قدر الله عز وجل وأنت مطمئن وأنت مرتاح فاتك شيء من الدنيا وأنت مطمئن طمأنين غريبة يجدها المؤمن في قلبه لماذا؟ لأنه ينطلق من تلكم العقيدة الراسخة الإيمان بالقضاء والقدر أن كل شيء في هذه الدنيا بقدر الله سبحانه وتعالى تعالوا إلى هذه المصائب هذه الابتلاءات التي تتجدد في حياة الناس الابتلاءات من صغيرها من ألم تشعر به في رأسك في ضرسك إلى حالات وفاة وخسارات مالية وابتلاءات عظيمة في هذه الأمة كل ذلكم فيه منح عظيمة من الله سبحانه وتعالى أولى هذه المنح أيها أحبة الخيرية مع الصبر هذا الابتلاء تيقن أنه خير لك أنت ربما تنظر إليه نظرة تقول لماذا هذا الابتلاء لماذا هذا الضيق لماذا هذه الصعوبة وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم عجبا لأمر المؤمن وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له الخيرية التي تكون للإنسان المؤمن التي تكون للمؤمنة إن حصل منهم الصبر على هذه الابتلاءات فتيقن أنها خير من الله سبحانه وتعالى يقول ابن قيم في كلام لطيف له في المدارج يقول هذه الابتلاءات هي بمثابة الدواء من الله يقول ما من إنسان إلا وفيه أدواء أمراض فيأتي الله سبحانه وتعالى بهذا الدواء بهذا الابتلاء حتى يمحص المؤمن علاج لك خير للإنسان ثم أيضا أيها الحبة من منح الله العظيم في هذه الابتلاءات تكفير السيئات تصوروا رحمة الله عز وجل وكيف هذه السيئات تتساقط عنك تذهب عنك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل إلى هذا الحديث المتفق عليه ما يصيب المؤمن مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها الله أكبر تنظر الشجرة في موسم تساقط الأوراق يمتلأ المكان نفس الشيء المؤمن إذا ابتلاه الله عز وجل تبدأ الذنوب تتساقط يخف الإنسان من الآثام من السيئات يكفر الله سبحانه وتعالى عنه حتى على أدنى شيء تبتلى فيه وتأمل كيف لما يعدد النبي صلى الله عليه وسلم أنواع البلاء كل الابتلاءات التي تتصورها في هذه الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به عن خطايا تصور كل الابتلاءات ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أدنى مثال الشوكة تمشي في الشارع تصاب بهذه الشوكة تصبر الله سبحانه وتعالى يكفر عنك سيئاتك أنت في البيت بالغلط ربما تضرب جدار تصاب إصابة في يدك في رجلك تحتسب الله يكفر عنك سيئاتك انظر إلى رحمة الله عز وجل في تكفير السيئات إن احتسب الإنسان هذا البلاء واسترجع الإنسان عند هذا البلاء أيضا من المنح في خضم هذه الابتلاءات أنك ترتفع في درجات الآخرة ذكرنا مرارا وتكرارا الجنة مئة درجة كيف ترتفع ترتفع بالصبر على الطاعات بالصبر عن المعاصي بالصبر على أقدار الله عز وجل تصبر فترتفع ما يصيب المؤمن في الحديث عند الترمذي شوكة فما سواها إلا رفعوا الله بها درجة وحط عنه خطيئة شوكة أي ابتلاء صغير كبير في حياتك الله سبحانه وتعالى يرفعك في درجات الآخرة ألم يأتي في الحديث في القدس أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض ولد العبد يقول الله قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول الله ماذا قال يعني هذا الإنسان الذي فقد ولده فتقول الملائكة حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد بيت خاص لهذا الإنسان يرتفع الإنسان في درجات الآخرة بهذا الصبر أيضا أيها الحبة من المنح العظيم في خضم هذه الابتلاءات إحياء سنة الدعاء سنة الدعاء التضرع إلى الله سبحانه وتعالى كثير من الناس تجد في غفلة ساعات كثيرة الآن مواطن إجابة الدعاء أليست كثيرة في حياتنا من مننا يستغل هذه الساعات عمر الخطاب رضي الله عنه وضع اليد على موضع الجرح قال أني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء نفتقد الدعاء كثير من الناس ما يدعو الله سبحانه وتعالى في الرخاء ما يدعو الله في السراء ما يدعو الله في وقت الصحة ما يدعو الله في وقت الغنى وهذا معيب فيه لكن وجه الشاهد أن هذا الابتلاء يرجع الإنسان إلى ربه فيبدأ يتذرع إلى الله سبحانه وتعالى يلجأ إلى الله يرفع يديه إلى الله لكن هذه المرة ما يرفعها كما كان في السراء في السراء أحيانا يرفع وهو غافل هو يدعو غير مكترث لكن لما ينزل عليه البلاء تجد يدعو الله ومنكسر تجد لديه افتقار إلى الله تجد متضرع تجد الدموع قد ملأت خديه منكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى فتحيا هذه العبادة في حياة الإنسان بهذه الابتلاءات أيضا من المنح خامسا الصبر الصبر هذه العبادة متى تظهر في حياة الإنسان تظهر عند هذه الابتلاءات الله سبحانه وتعالى يختبر الناس يا أخواني الحقائق تتميز في هذه الابتلاءات تصبر ولا ما تصبر تتصخط ولا ما تتصخط ترضى ولا لا يقول الفضيل من العياض وتأمل في هذا الأثر أثر عظيم يقول لا يزال الناس مستورين فإذا جاءت الحقائق انكشف الناس يصير المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى نفاقه تأتي الابتلاءات يتميز الناس من يصبر من يتصخط والعياذ بالله بعض الناس يقول كلمات كفرية في هذه الابتلاءات فالمؤمن يصبر تأتي هذه العبادة العظيمة التي أجرها مفتوح عند الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب عند الله عز وجل فتحيا هذه العبادة أيضا من المنح العظيمة في هذه المحن تجديد التوحيد يبدأ التوكل على الله يبدأ المؤمن بالاستغاثة بالله سبحانه وتعالى باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى الكفار والمشركون على كفرهم وعلى شركهم في حالات الابتلاءات إذا ابتلوا تضرعوا إلى الله عز وجل وهم على كفرهم فكيف بالمؤمن تتجدد معاني التوحيد في الإنسان أيضا من المنح سابعا محاسبة النفس مباشرة لما يتيك ابتلاء تجلس مع نفسك ليش الله ابتلاني بهذا البلاء لماذا فصلت من هذه الوظيفة لماذا خسرت هذا المال لماذا جاءني هذا المرض لماذا فقدت هذا الأمر تبدأ مراجعة في نفس الإنسان يسترجع تاريخ حياته ماذا فعلت ظلمت أحد ارتكبت معصية فرط في جنب الله عز وجل كنت عاقل للوالدين الله ابتلاني فيبدأ الإنسان يراجع نفسه فرصة للمحاسبة هذه الابتلاءات نقطة محاسبة يكتشف الإنسان العيوب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يكتشف الإنسان أن هذه الابتلاءات تنزل من الله سبحانه وتعالى تكون كشاف للخطايا ولي الذنوب ثم أيضا من منح الله عز وجل في هذه الابتلاءات التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان إن ابتلاه الله عز وجل فراجع نفسه رأى أنه بسبب تقصير فيه جنب الله عز وجل هذا يحدث ماذا التوبة فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى يورث في نفس الإنسان الإنكسار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أيضا من المنح العظيمة في هذه الابتلاءات شكر النعم اليوم وانت في الصحة وفي عافية وفي مال وفي غدق وفي رغد عيش ربما تنسى شكر الله عز وجل عند أول ابتلاء تبدأ تستشعر نعم الله عليك ابتلاك الله في سمع في بصر في جسد في حركة في ألم يسير في جسدك تبدأ تستشعر تقول الله ما أجمل نعمة الصحة طيب أين كنت قبل ذلك عن هذه النعمة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فكثير من الناس لا يستشعر نعم الله سبحانه وتعالى إلا بعد هذه الابتلاءات ما يرى الإنسان الصحة تاج على رؤوس الأصحة لا يراه إلا أهل البلاء لكن إنه ابتلي الإنسان شعر بهذه النعمة تفتقد أي نعمة من النعم اليسيرة يستشعر الإنسان عظمة الله سبحانه وتعالى يا أخواني الله سبحانه وتعالى ينعم عليك يوميا بنعم تغدق عليك في حياتك وأنت لا تستشعر هذه النعم الكثيرة العظيمة في حياتك نعم متوالية في حياتك بعض الناس ربما ينصر في قلبه إلى شكر البشر في مسائل يسيرة في حياته لكن النعم الموجودة في حياته ما يشكر الله سبحانه وتعالى عليه اليوم مثلا غسيل الكلا الأطباء يقولون كل إنسان في جسده ستة وثلاثين عملية غسيل كلا يومية طبيعية في حياة الإنسان يومية ستة وثلاثين عملية بقدرة الله عز وجل ورحمة الله عز وجل في جسدك إذا ابتلي الإنسان في كليته انظر كيف يعاني في المستشفيات يأخذ مواعيد كل ثلاثة أيام أربعة أيام ويجلس يكون على السرير في حالة طويلة ثلاث ساعات أربع ساعات يعاني من التعب من الآلام فإذا أجريت له بعض هذه الأمور يقول جزاه الله خير الطبيب ما قصر معاي أجرى لي هذه العملية غسيل كلا أنت أخي الحبيب اليوم معافة ستة وثلاثين عملية في جسدك الله يجريها برحمته بفضله بكرمه ما تشكر الله عز وجل عليها فالإنسان المؤمن أيها الحبة يشكر نعم الله سبحانه وتعالى النعم ما يتذكر الإنسان إلا حينما تأتي الابتلاءات من الله عز وجل أيضا من المنح وأختم بهذه المنحة التمكين في الأرض الله سبحانه وتعالى لا يمكن ولا يكتب النصر ولا يكتب الاستخلاف والارتفاع في هذه الأرض لأهل الإيمان إلا بالابتلاء تأتي الابتلاءات بعد هذه الابتلاءات يرتفع الإنسان ولذلك لما جاءوا لي الإمام الشافعي رحمه الله قال أحب إليك العبد يبتلى أم يمكن فقال لا يمكن حتى يبتلى أبد سنة كونية ما يمكنك الله عز وجل ما يكتب الله عز وجل الظهور والارتفاع والعزة في هذه الدنيا وحتى في الآخرة حتى يبتليك الله عز وجل تبتلى حتى تفوز بالجنة تبتلى حتى ترتفع تبتلى هذه الأمة حتى الله سبحانه وتعالى يكتب لها العزة ويكتب الله سبحانه وتعالى لها التمكين أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الأمة وسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم الفتنة ويرزقنا وإياكم الفوز بالجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا